أنهى النادي الأهلي استعداداته لمواجهة الوداد المغربي والمقارر لها العشرة مساء اليوم بالدار البيضاء في إياب نهاء دور أبطال أفريقيا ويحمل النادي الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهاء دور أبطال أفريقيا برصيد 16 مرة إلى مدينة الدار البيضاء وعلى ملعب محمد الخامس بالمغرب معقل الفريق البيضوي تتجه أنظار الساحرات المستديرة مساء الأحد مباراة حاسمة يخودها فريق الأهلي ضد نظيره الوداد المغربي في إياب نهاء دور أبطال أفريقيا ليختتم بذلك مشواره نحو التتويج باللقب الإفريقي بعدما تمكن من الفوز على الوداد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف ليفتح الباب أمام جميع الاحتمالات في موقعة الإياب من أجل حسم اللقب ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التتويج بلقب البطولة ووفقا للائحة الاتحاد الإفريقي لقرة القدم فإنه في حالة تعادل فريقين في مجموع المبارتين فإنه يتم اللجوء لقاعدة الهدف خارج الأرض واحتسابه بهدفين وحينها يكون صاحب العدد الأكبر من الأهداف خارج ملعبه هو الفائزة من تلك المواجهة ويصعى الفريق الأحمر الذي يحمل الرقم القياسي للوصول النهائي دور أبطال إفريقيا برصيد 16 مرة للفوز في هذه المبارات المصيرية لإسعاد جماهيره التي تنتظر تتويجه باللقب 11 للبطولة